السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اهلا بكم اهلا برحب بالمشتركين معي في القناة وكمان برحب بالمشتركين الجداد معي في القناة وبشكركم على كل التعليقات الحلوة اللي انا بشوفها معي اه هنقول النهاردة ان شاء الله قراءة عاطفية اه لمواليد برج الحوت ان شاء الله اه هنشوف بس الاول الطاقات الموجودة معي في القراءة اه شايفة الطاقة المائية اه طبعا طاقتك يا برج الحوت اه وهنشوف لو في طاقات مائية تانية شايفة في طاقات نارية اه في طاقة مائية تانية شايفة طاقة برج العقرب. اه وفي طاقة هوا اه برج الحوت اه عندك تعب تعب عضوي. هنتكلم عن التعب اللي انا شايفها دلوقتي تعب عضوي. تعب في ظهرك. اه عندك تعب في ظهرك من فترة بيقلمك جدا. الف تلاية لكل مواليد برج الحوت. اه انت بتعاني بقيلك فترة من التعب دي جدا. واللي شايفة هنا ان السبب عند بعضكم سحر. شايفة السبب عند بعضكم سحر? والسحر ده من حد مقرب منك يا برج الحوت. فيه سحر من حد مقرب منك. وده سبب السعب اللي انت بتحس بيضة. فيه ندم. شايفة حد ندمين? انت او الشريك في انفصال وندمه. وتفكير في الماضي. عايز ترجع. او لو القراءة عكسية او الشريك عايز يرجع. فيه بعض. شايفة فيه طرف تخلى. فيه طرف تخلى عن الثاني. بعض مواد برج الحوت. فيه حزن. فيه حزن وانتواء. حزن وانتواء برج الحوت. وما بقاش عنده سكف حد. في الحلات اللي فيها انفصال شايفة كتير منكم مش عايز بيرجع. في حالات فيها انفصال في كتير منكم مش عايز بيرجع خلاص. انت خدت قرار بالبعض وبتفكر في ارتباط جديد. انا شايفة كمان طاقات ترابية. فيه طاقات ترابية ظهرت. اه في حد تعرض الخيانة مش عارفة انت ولا الطرف التاني. آآ بس انا شايفة كارت العدالة تلع لك. انت بتطلب العدالة يا برج الحوت وهتتحقق ان شاء الله. يعني حتى انت كمان في الفترة دي هيكون عندك توازن في تعاملاتك. هيكون عندك توازن في تعاملاتك وافقارك بالذات من الناحية العاطفية. يعني هتكون بتفكر بعقلك اكتر وبتحسب لكل حاجة قبل ما تعملها وبتفكر كمان في اللي بتسمعه. يعني مش بترد غير لما تكون حللت الموقف ويس وهتربط ده. آآ تحليلك ده يعني للموقف هتربطه بقوة الحدس عندك. لان انت يا برج الحوت آآ 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 يعني بتقدر آآ عندك هقولك ايه? آآ الحدس عندك عالي. يعني اغلب تحليلاتك وتوقعاتك بتكون طيح. اهو. انت في امور انت هتقدر تسيطر عليها وتحلها في الفترة دي. شايفة فيها علاقات تقفل فيها الاتصال تماما. ممكن من ناحيتك. او من ناحية الطرف التاني. علاقات خصل فيها. خزلان. ما حدش عايز يسمع. يعني ما حدش عايز يسمع بعد كده حاجة تاني. بس عايز اقول الاول ان العلاقات اللي اتكلمت عنها. وحصل فيها سحر تفريق. حاول يا برج الحوت تبت بالسحر. لا يعني بالطرق الشرعية طبعا. آآ لاني شايفة ان انت والشريك في الوضع ده انتو بتحبوا بعض جدا. انت والشريك بتحبوا بعض جدا. آآ والمانع القوي ده بيأثر على العلاقة. يعني ممكن لو ما روحتش لابطال السحر ده. ممكن العلاقة تتهدى على الاخر. انا على فكرة اغلب الابراج التقريبا اللي انا شفتها في الشهر ده. في سحر. آآ يعني حاولوا تلجأوا ربنا في الفترة دي. آآ بطلوا السحر بالطرق الشرعية. اخراج الصداقات ضروري. ان شاء الله الامور تتحسن وترجعوا تاني. لازم لازم آآ تدوروا على طريقة لإبطال السحر. شايفة كمان الكتير من مواليد برج الحوت آآ في عندكم قريب فيه لقاء عاطفي. لقاء عاطفي جميل جدا يعني. آآ وده هيكون بالنسبة للمتزوجين والغير مرتبطين والمنفطلين. يعني فيه يعني لو المنفطلين هيكون فيه رجوع. ان شاء الله. وبلقاء عاطفي حلو قوي قوي قوي. آآ باذن الله يعني ربنا يجمع. كل حبيب بحبيبه يا رب. آآ آآ لاني شايفك يا برج الحوت العاطفة هتكون مؤثرة عليك الفترة دي جدا. يعني المتجاوزين آآ هيحسوا ناحية الشريك بحب اكتر. هيحاولوا آآ لو فيه مشاكل يحلوها ما يخلهاش آآ تأثر على العلاقة والشريك كمان هي يعني هيساعدك في ده لان الحب متبادل وشايفة كتير من المنفصلين فيه عنده حنين قوي عندهم سواء منهم او من الشريك. في يعني فبالتالي هيكون فيه لقاء حلو جدا. يعني الحنين اللي عند المنفصلين هو من النحيطين. ده ايه جامعة اللي فيه سحر. لاني شايفة فيه سحر تفريق. فيه سحر التفريق. فيه سحر تفريق. السحر ده تحاولوا وتبتلوه. آآ آآ فيها تلاقوا حلول. يعني فيها تلاقوا حلول لاسترجاع العلاقة وبشكل افضل. ان شاء الله. يعني مش هترجع زي ما كانت. هترجع احسى مما كانت. اما الغير مرتبطين عندهم في الفترة دي حب كبير متبادل. او آآ يقابلوا الحبيب اللي هيحسوا ان هو ده اللي كانوا بيحلموا بيه. آآ او ده الشخص المناسب اللي عايز يكمل معا حياته. وفي كل الحالات في كل الحالات اللي انا اتكلمت عنها هيكون الحب متبادل. يعني يا رب بتكون فترة حب سعيدة عليكم يا موليد برج الحوت. آآ طيب المنفصلين ثاني. اهو. يا برج الحوت انت محتاج في الفترة دي تشغل دماغة مع الشريك. لاني شايفة في علاقات آآ شايفة علاقات حب تم فيها انفصال بسبب تدخلات عائلية. بالرغم ان في حب وفي علاقات آآ 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 ممكن وصلت لطلاقة. فيه الطرف سمع لكلام او سمح لتدخلات آآ وللأسف ده اثر تأثير كبير على العلاقة دي. الطرف ده آآ يعني شايفة فيه طرف محطوط تحت ضغط الزن والتدخلات. آآ حصل تشتيت في الافكار. عند الطرف اللي سمح بكده. عنده تشتيت في تفكيره وفي العاطفة وفي كل القرارات يعني اللي نتجة تحت تأثير الضغط ده مش هتكون صحيحة. سواء انت او الطرف الثاني. مش هتكون صحيحة بلهم مرة. شايفة تشتيت كبير جدا في الافكار. بسبب تدخلات وكلام ناس تانية. انتو سمحتون يوم بكده. فلازم طرف فيكو يشغل دماغه ويرجع العلاقة دي تاني. يعني هنقولها بالحيل السليمة. انت محتاج يا برج الحوت تتحيل. تتحيل بس حيل سليمة. وده طبعا مش عيب ما انت تكون عايز ترجع العلاقة بتاعتك آآ عايز اطمن مواريد برج الحوت ان في النص الاول من شهر مايو في كتير تواصل عاطفي. ان شايفة تواصل تواصل فيه. عندكم كتير جدا آآ تواصل عاطفي آآ وعملي كمان. وعلى فكرة في تغيرات كتير للاحسن. آآ ده هيكون بسعيك وترتيب افكارك آآ بس تحبيت عرفك ان الفرصة متاحة في الفترة دي. فرصة متاحة في الفترة دي بانك تركز وترتب افكارك. كويس جدا. عشان تحقق اللي انا بقول عنه ده. عندك تواصل عاطفي. آآ اما المنفصلين في فترة النص الاول من مايو. لازم تخلي بالك جزات الناس اللي عندها مسائل قضائية. لازم تتحلى بالحكمة والتفكير السليم في الفترة دي. آآ تتجنب النزاعات اللي ممكن آآ آآ تخسرك. يعني بلاش في الفترة دي نزاع وجدال ورد والحاجات دي كلها نتجنبها تماما. يعني ابعد واشغل نفسك باي حاجة. وحاول تفكر في حل المشكلة. بلايش تفكر في المشكلة. في فرق كبير بين ان احنا نقعد نفكر في المشكلة. وان احنا نفكر في حل للمشكلة. آآ آآ انزاعات اللي ممكن حد يدخلك فيها دي ده هيكون المقصود منها. انك تخسر. انك تطلع خسران. آآ غير انك فلكيا في الفترة دي آآ برج الحوت هيكون عندك كواكب معاكسة شوية. بس هي فترة هتنتهي. يعني في عندك في الفترة بتاعة النص الاول من مية وفلكيا عندك في كواكب معاكسة. بس هي مش هتطول. فانا بما اني عرفتك. فانت تحاول تسيطر على تصرفاتك. وترتب افكارك في الفترة دي. آآ زي ما قلت هي فترة هتنتهي على طول لو اتحكمت في ردود افعالك لان اللي بنعمله هو يعني يعني بيترتب عليه اللي بيحصل لنا بعد كده. يعني اللي انا هعمله دلوقتي او رد فعلي اللي انا هاخده دلوقتي هو اللي هيترتب عليه اللي هيحصل بعد كده. فانت تحاول بما انك عايز اللي يحصل بعد كده يكون للاحسن تركز في اللي انت بتعمله دلوقتي انه ما يكونش فيه اي تهور. آآ في منكم عايز صفر ممكن يتاح لي فرصة صفر في الفترة دي. ان شاء الله اللي عايز صفر ممكن يتاح لي فرصة صفر في الفترة دي. شايفة تعت كتير يا برج الحوض. تعب ومعانية في الفترة اللي فاتت. بس قربت تنتهي. سواء مشاكل او علاقات آآ انت قدمت فيها الكتير. شايفة بعضكم بينهي علاقات. علاقات دي سببت ليك تعب وبزلت فيها مجهود. بس شايفة فيك عندك الدخول يعني على مراحل جديدة عاطفية. مستقرة اكتر. الحب هو اللي هيكون غالب على العلاقة. ويعني الحب غالب على العلاقة وهيلغي اي اختلاف. اي اختلاف العلاقة دي الحب هيلغيه. في منكم يا برج الحوض الحب ده هيكون جديد تماما. يعني منكم هيكون ومنكم هيكون الطرف الثاني معروف بالنسبلك. بس العلاقة بينكم ما كانتش حب. هتتحول لحب متبادل. آآ لكن في البداية مش هيكون في اعتراف من من الطرفين. يعني في عندكم حب جديد خالص. خد داخل على حب جديد خالص. ما كانش معروف بالنسبله. وفي هيكون فيه علاقة حب لطرف. انت تعرفوا بس العلاقة ما كانتش حب. وهتتحول لحب منك. ومن الطرف الثاني بس مش هتعترف البعض في البداية. آآ برج الحوض يعني انا عارفة ان انتو يعني من فترة آآ من فترة كبيرة انتو تعبانين جدا. كتير منكم حاسين آآ آآ حاسين بدا لحد دلوقتي. يعني حاسين بالتعب ده لحد دلوقتي. آآ بقول لكم تفاقلوا خير تجدوه. آآ او الزباب بتاعتكم بالصلاة والاستغفار. آآ آآ يعني علشان اللي انا بقول عنه ده. يعني الفترة اللي جاية دي في حاجات كويسة كتير. بس لازم انت التقوي ده عندك. يعني لازم تكون عندك استعداد لانك تستقبل ده. ما تقفلوش منافذ الطاقة عندكم يا جماعة. لان احيانا لما بلاقي الحد في حاجات كويسة جايله. ومسلا اسمع من حد يعني ان لأ ما حصلتش. ففيه يعني انت بتحط نفسك في وضع نفسي معين بتقفل منافذ الطاقة فيه. ما تخليش نفسك بتستقبل حاجة. لأ افتح منافذ الطاقة عندك بالصلاة وبالاستغفار وبالذكر. فان شاء الله تستقبل كل حاجة جميلة لان الفترة اللي جاية عندكو حلوة قوي فيها حاجات حلوة جدا. على المستوى العاطفي. وفلكان كمان على المستوى المادي عندكو شوية حاجات حلوة كميلا. آآ آآ لازم تعملوا كده عشان تستقبلوا الاحسن. او الحاجات الايجابية. يعني يكون عندكو استقبال الحاجات الايجابية اللي هتحصل قريب ان شاء الله. الكراءة انتهت. يا برج الحوت شايفها قراءة ايجابية. آآ شايفة فيه رجوع لبعض المنفصلين. آآ وشايفة عندك ناصر. وشايفة فيه علاقات حب جديدة لبعضكم. آآ بس زي ما قلت يا جماعة السحر ده لازم يتفك. لازم يتفك. لازم تبطلوه. آآ فيه الرؤية الشرعية. آآ فيه البخور آآ بورق اللوري. الحاجات اللي انا بقول عنها دي. حاجات عن تجربة. يعني عن تجربة عملتها مع اشخاص السحر تبطل. آآ وسمع الرؤية الشرعية اللي خاصة بسحر التفريق. تشغلوها دايما. وان شاء الله ان شاء الله آآ يتبطل السحر ده بازن الله. آآ فيه كمان حاجة ممكن اقولها لكم قريب. آآ يعني انا عامليها مع حد. آآ لو جابت معيها نتيجة. يعني مع واحدة ان جزها مش ايه وجزها منفصلين. آآ لو جابت معاها نتيجة. ان شاء الله قريب. هاعلن عنها. آآ هي ايه? هاعلن لكم عنها كلها. بان انتوا آآ تكتدوا تنفزوها. وهقول ان هي جابت نتيجة لان انا ما بحبش اتكلم عن حاجة. غير لما شوف النتيجة بتاعتها بعيني. ان شاء الله هتجيب معاها نتيجة. عشان هي تعبنة جدا برضو. هتجيب معاها نتيجة بازن الله. وهبشركم قريب وتعملوها انتوا كمان بالنسبة للمنفصلين واللي عايزة حبيبها يرجع لها ان شاء الله. ما تنسوش الاشتراك في القناة. عشان يوصلكم كل جديد. والتفعيل الجرس واللايك. وهستمى بتعليقات بتعيدكم ان شاء الله. آآ شكرا.